هذا وقد حقق منتخب البحرين لكرة الطائرة إنجازا تاريخيا بفوزه بالبطولة العربية الثالثة والعشرين لمنتخبات الرجال بعد تغلبه على المنتخب القطري في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط ليحرز بذلك اللقب العربي للمرة الثالثة في تاريخه شتح المنتخب البحريني اللقاء بقوة مستفيدا من تألق اللاعبين اللاعبين ناصر عنان ومحمد يعقوب وعلي إبراهيم الذين أسهموا بشكل كبير في حظ النقاط عبر الهجوم والإرسال القوي ووصل المنتخب البحريني تألقه في الشوطين الثاني والرابع بفضل الأداء الهجومي والدفاعي القوي لتنتهي المباراة بنتيجة خمسة وعشر ستة عشر محققا منتخب البحرين بذلك اللقب العربي للمرة الثالثة اشتركوا في القناة